السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب طالبات الصف الاول الاعدادي اهلا بكم في قناة سنتر الرؤى النهاردة نشرح الدرس الاول المتوسط الحسابي من الوحدة الثالثة الاحصاء من منهج الرياضيات للصف الاول الاعدادي الفصل الدراسي الاول وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد والضغط على زر الاعجاب المتوسط الحسابي مقاييس النزعة المركزية عند دراسة الظواهر المختلفة نجد ان بيانات اي ظاهرة تنزع او تميل الى التمركز والتجمع حول قيمة معينة هي متوسط هذه الظاهرة او مقياس نزعتها المركزية عند دراسة الظواهر المختلفة بيانات اي ظاهرة تنزع الى التمركز او التجمع حول قيمة معينة بنسموها متوسط هذه الظاهرة او مقياس نزعتها المركزية فمثلا اطوال الرجال البالغين تتمركز حول رقم معين هو متوسط الطول وكذلك اوزانهم ومعدل زكاؤهم وغيرها من الظواهر المختلفة ومقايس النزع المركزية او المتوسطات هي مقايس تستخدم لقياس موضع تمركز البيانات وتستخدم لاعطاء وصف مختصر للظاهرة موضوع الدراسة هناك عدة مقايس للنزع المركزية في هذه الوحدة سنقوم بدراسة ثلاثة منها المتوسط الحسابي الوسيط المنوال المتوسط الحسابي او الوسط الحسابي تعريفه المتوسط او الوسط الحسابي لمجموعة من القيم مجموعة هذه القيم على عدد هذه القيم يبقى المتوسط الحسابي او الوسط الحسابي بنجيبوه ازاي مجموعة هذه القيم على عدد هذه القيم مثال رقم واحد اذا كان عدد ساعات المذاكرة اليومية لاحد الطلاب في ستة ايام هو ستة وخمسة وستة واربعة وسبعة واثنين فما هو المتوسط الحسابي لعدد ساعات المذاكرة يوميا لهذا الطالب الحل المتوسط الحسابي سوي احنا قلنا مجموعة عدد ساعات المذاكرة على عدد الايام فهنا هنجمع ستة زايد خمسة زايد ستة زايد اربعة زايد سبعة زايد اتنين على ستة هنا دولا مجموحهم 30 30 على الستة يساوي خمس ساعات من المثال السابق لاحظ ما يأتي عدد ساعات المذاكرة التي يقضيها هذا الطالب يوميا خلال الستة أيام غير سابت أي يختلف من يوم إلى يوم وعددها الإجمالي خلال الستة أيام هو 30 ساعة يمكن لهذا الطالب أن يحافظ على عدد الساعات الإجمالي خلال الستة أيام 30 ساعة ولكن يقضيها بشكل سابت يوميا وهو خمس ساعات كل يوم فإحنا نقوله خمسة زائد خمسة زائد خمسة زائد خمسة زائد خمسة زائد خمسة يساوي ستة زائد خمسة زائد ستة زائد أربعة زائد سبعة زائد اتنين يساوي تلاتين أي أن المتوسط الحسابي المجموعة من القيم هو القيمة التي لو حلت محل كل قيمة من مجموعة القيم لكان مجموعة القيم الجديدة مساوية لمجموعة القيم الأصلية يبا هو المتوسط الحسابي المجموعة من القيم هو القيمة لو حلت محل كل قيمة من مجموعة القيم لكان مجموع القيم الجديد مساول مجموع القيم الأصلية يعني هنا لدينا irmi6 والستة دي حطينا مطرحة خمسة والارباح حطينا مطرحة خمسة والسبعة حطينا مطرحة خمسة والاتない حطينا مطرحة خمسة يجب المجموع تلاتين هو برضو مجموع القيم الأصلي مثال رقم 2 اذا كان الوسط الحسابي للقيم خمسة وسبعة وسين وتسعة هو ستة فوجد قيمة سين يبقى هنا ما ادينا الوسط الحسابي وعايز قيمة سين الحال بما ان الوسط الحسابي مجموع القيم على عدد هذه القيم طيب هنا عدد القيم كام واحد اتنين ثلاثة اربعة اذا ستة تساوي خمسة زي السبعة زي السين زي التسعة على اربعة اذا ستة تساوي واحد وعشرين هيجمع خمسة وسبعة وتسعة مجموحهم واحد وعشرين واحد وعشرين زي السين على اربعة اي ان سين تساوي تلاتة مثال رقم تلاتة اذا كان الوسط الحسابي للقيم اتنين الف الف زي التلاتة تلاتة الف ناقص اتنين حداشر ناقص الف وثلاتة هو تلاتتاشر فوجد قيمة الف برضو مدينا الوسط الحسابي وعايز قيمة الف الحل بما ان الوسط الحسابي بمجموعة القيم على عدد هذه القيم اذا تلاتتاشر تساوي اثنين الف زي ساوية اثنين الف زي ساوية الف زيس الرف زي Quant ناقص 2 زائد 11 ناقص 1000 زائد 3 على 5 أنا نجمح هنا عندنا الف. فهنا هناك 20000. والف 3000 3000 6000 6000 3000 أبقى خمسة. بعد کالا نجمع الأعداد هنا عندنا 3 وسالب 3 وسالب 2 موجب واحد موجب واحد و13 و 12 و 3 15 على 5 إذن 13 تساوي 5 ألف زائد 15 على 5 إذن 13 تساوي عن طلع الخمسة عام المشترك فنقول تساوي 5 في ألف زائد 3 على 5 الخمسة هتروح مع الخمسة إذن 13 تساوي ألف زائد 3 ومنها ألف تساوي 10 مثال رقم 4 أوجد الوسط الحسابي لعددين 5 و 8 ومسل الأعداد الثلاثة على خط الأعداد ماذا تلاحظ الحال هنا عندنا الوسط الحسابي لخمسة زائد 8 على 2 يبقى هنا خمسة زائد 8 13 على 2 يبقى 6 ونص هنا 6 ونصف نمسل على خط الأعداد نلاقي أن 6 ونصف دي في متوسط المسافة بين خمسة والتمانية نلاحظ أن العدد 6 ونصف يقع في منتصف المسافة بين خمسة والتمانية بصفة عامة العدد الذي يقع في منتصف المسافة بين عددين هو العدد الذي يمثل وسط الحسابي لهذه العددين يبقى العدد الذي يقع في منتصف المسافة بين عددين هو العدد الذي يمثله الوسط الحسابي لهذه العددين وبكده يكون وصلنا معكم لنهاية الدرس النهاردة أرجوكم استفدتم معنا ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل جرس رصلكم كل جديد والضغط على زر الإعجاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة